اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان كنا بنتكلم معاكم في بداية البرنامج عن حالة الطوارئ اللي بتكون موجودة في كل البيوت المصرية مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة وطبعا معاها بيبدأ بعض الطلبة بقى في اعتماد جذب المذاكرة خاص وصهر ويمكن تغيير لساعات نومه سواء بينام بقى الناس تصهر اكتر بالليل وتنام متأخر شوية بيزودوا طبعا من جرعات المنبهات من شاي وقهوة ويعني مشروبات كتير بيكون فيها كافيين اعتقد منهم ان ده يكون افضل لهم في ايام الامتحانات وناس تانية بتشوف تدور على اكل معين ممكن يزود التركيز في الامتحانات والامهات كمان على وجه التحديد بيكونوا يعني مهتمين جدا بالموضوع ده خلونا نتكلم بالتفصيل مع الدكتورة مروه نوح استشاري تغذية العلاجية تقول لنا اكتر ناكل ايه في ايام الامتحانات ونمشي الدنيا ازاي ايام الامتحانات صباح الخير عليك صباح المروه صباح المروه كله تمام كله تمام الحمد لله حالة الطوارق بقى وسنوية عامة ربنا معيهم الصراحة بيبقى سترس جمد قوي على الولاد فبجد يا حالة طوارق ربنا يوفقهم كلهم يا رب بساعتين نساعد بقى زي ما قلت كده الامهات لها دور شوية في القصة دي مسألة التغذية هل فيه فعلا اكل معين ممكن يساعد اكتر على التركيز طبعا اكل من بعد عنه مثلا اكلات اللي بتهيجي القولون او بتسبب توتر وهم اصلا بيكونوا متوترين بسبب الامتحانات يعني هو اصلا التغذية بتفرق يعني في القدرة العقلية بصفة عامة من والولد بيكون او البنت جنين في بطن امه دي نمر واحد وكمان التغذية بتأثر على القدرة العقلية بعد كده في ان احنا نقي نفسنا مثلا من الزهايمر او من الامراض اللي بقينا نشوفها كتير فطبيعي انها هتأثر فترة الامتحانات والتركيز وزي ما نتقولي فيه اكل غلط كمان ممكن يقلل من القدرة الزهنية او التركيز واحنا فاكرين انه هو بغذيشن الامتحانات بالزبط كده فالامهات زي ما قلت ليها دور لان الولاد تبقى قاعدة معتمدة على الام هي اللي بتعمل اكل او هي اللي بتجيبه فيه ولاد بتبقى نفسها مفتوحة جدا من فترة الامتحانات بتاكل كتير قوي اليوم جايين بعد الامتحانات جايين تخنانين العيدات عايزين يخصوا فيه العكس فيه ولاد ما بتاكلش خالص الفترة دي نفسها بتتسدم الاسترس والتوتر ده برضو غلط لانه بيفقدوا عناصر كتير وبرضو بيفقدوا تركيز فلازم نركز على الحتتين دول فيه عناصر كتير ابناخدها من الاكل الطبيعي اللي بنتكلم عليه تمالي طول الوقت اللي الناس فاكره فرخ ما شوية وصلها تلق هي فيه النواق العصبية اللي في المخ والغشاء بتاع الخلية بتاعت المخ بيتكون من دهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومعايد المضادات الأكسادة بتأثر فيه جدا فالدهون الصحية قد ايه بتأثر على غشاء الخلية ان تبقى مخلية نواق العصبية دي بتمشي بصورة أسرع وده اللي عشان كده نسمع على طول أوميجا ثري كل سمك وقت الامتحانات القصص دي على شام قليان أوميجا ثري دي دهون غير مشبع بتخلي غشاء الخلية لين فبتساعد على انتقال النواق العصبية بصورة أسرع شوش كده طول أمرينا نقول سمك وقت الامتحانات والأمهات تمالية كل سمك بالعافية وقت الامتحانات عشان حكاية الأوميجا ثري بيفرق في الأيام بتاعت المتحانات ولا لازم يكون على المادة البعيد طبعا أحسن يكون على المادة البعيد بس منجيش بقى وقت الامتحانات نأكل دهون مشبع كتير أو المحمرات والحاجات دي ليه لان دهون مشبع والحاجات اللي بتتحمر كتير فيها كذا او كذا حاجة بتعمالها أول حاجة بتخلي غشاء الخلية رجد يعني جامس كده فانتقال النواق العصبية بتبقى أقل شوية فالعيال تليها تنحت من شوية من كتر ما هي يفتكرش المعلومة بسرعة بتفرق طبعا ما هذه حاجات بتحصل غزبنا عننا الأكل الغالط المفوش فيتامينات ومعادن ومضادات أكسادة كتير احنا عارفين أن مضادات الأكسادة بتحمي جدا الخلايا عمتا من حتى اللي هو بيشموا ممكن الدخان مثلا السجاير غزبنا عنهم كل حاجات دي بتأثر على كفاءة الخلايا بصفة عامة فمضادات الأكسادة بتمنع دي فمهمة قوي قوي ان احنا ناخد بالنغير كده التحمير بيطلع مواد منها مادة تكلمنا عليها قبل كده أكترها في البطاطس المحمرة اللي هي الولاد بتحبها والأمعات بتحب بتعملهم كده يأزأزوا وهم ناكلوا خصويا الولاد اللي ما بيكلوش النفسهم بتتساد أما النشويات بتتحط في درجة حرارة عالية بتطلع مادة اسمها أكريمالايد دي مادة تكلمنا عليها والعيش المحمرة كل إن شوياتها بتتعرض لحرارة دي سواء حمرته في زيت أو من غير زيت لا من غير زيت ده خلاص ما تعرضش للدرجة اللي بيتعامل بالهواء أو بقصة تانية أو في الفرن دي بتبقى صحية أنا بتكلم على التحمير في الزيت الغزير أو التعرض المباشر لدرجة حرارة النار عالي كنا زمان حتى نسمع العيش المحمرة يقولك بلاش تأكل الاسود عشان المادة دي كارسينوجينيك عشان الأكريمالايد دي بس أنا بتكلم على البطاطس لأن دي أكتر حاجة اللي ولاد بتحبها وسهلة في الأكل وممكن تتأزأسكت لا نعمل فشار الأكريمالايد دي غير إنه كارسينوجينيك إنه برضو بيأثر جدا على القدرة الزهنية وعلى الخلايا بتتخف عظيم نحاول نوقف البطاطس الفترة دي نوقف دي نحاول التحمير مش البطاطس بالذات التحمير بصفة عامة للفترة دي السكريات البسيطة زي الحاجات المسكرة قوي المياه الغزية والعصير المش طبيعية السكر بيعلي قوي التركيز زي ما بفكر بس بينزل على طول فمش بيبقى صح خالص وبرضو من الحاجات اللي بتأثر على قدرة الخلايا وعلى النواق العصبين بالفكرة يعني عصير فراش كده يتعمل يعني أنا حتى بالنسبالي لو عملوا كاركا دي دو مشروبات رمضان اللي مليانة مضادات أكسدة وفوايد وشوية فيتامينات وشوية معادن جميل مش عايزين عصير فراولة مضادات أكسدة جميلة من الحاجات اللي موجودة في الألوان بالتالي بنقول حتى في فترة الحاجات الحامرة البارز الوقتي فيه التوت موسيب التوت الفراولة العناب الأحمر حاجاتي بتفرق قوي لأن مليانة مضادات أكسدة علي جد عصير فراولة عصير الجوافة مثلا مليان حديد باللمون عصر فيتامين سي فيتامين سي من الفايتامين المهمة جدا على التركيز نتأكد لأولاد ياريت ما عندهمش أنيميا أو نقص أو فقر دم أو نقص في الحديد لأن ده بيأثر أن الدم للمخ يبقى طبيعي في العيل بتفقد تركيزها وبتتعب بسرعة ونأكل الأكل اللي فيه حديد كتير البنجر عصير البنجر على فكرة بتعامل مثلا مع عصير بورتقان وكده أنا عارف الليل مش تتقبل عصير بنجر لوحد هايل حاجة سحر كده وقت المذاكرة مضادات أكسدة عليفة لو البنجر حالو ممكن تأكله كسلطة يعني جدا أنا بأقصد على وهم بيذاكروا مش وهم بيتغدوا كمان الحاجات اللي هي السابلايز اللي تديها تمده بتاقة وهو قاعد بدل ما يشرب بتاعة مياه غزية بدل ما يحط حاجات عليها سكر كتير عشان تديله طاقة ممكن ناخد الطاقة معها فوايد تانية تزود التركيز في نفسها وتكفي الجسم فدي بتبقى حاجات لطيفة دكتور مروا بقى جروبات الأمهات والنصايح على جروبات الأمهات في الأيام دي بتبقى قوية جدا ويبتدوا يقولوا لبعض أدوية يدوها للولاد علشان تركيزهم يزيد أدوية يعني إيه؟ فيتامينات أدوية ما يعني بصي الفيتامينات بصفة عامة ما تخوفنيش لكن أدوية لا أدوية بدون استشارة الطبيب ما ينفعش بس فيه فيتامينز ما فيش منها مشاكل زي فيتامين سي لازم ناخد جورة عالية قوي فوق الألفين ميلي جرام في اليوم هو اثنين جرام عشان يبتدي يعملي إسهال أو أقوي لكن لو اتاخد بصرة طبيعية بيزود التركيز بس تمالي بقول السابليمينز ده مكمل غزائي ندي من المصادر الطبيعية ونكامل لكن عايز يدي فيتامين سي عايز يدي مالتي فيتامينز عايز يدي أوميجا 3 زي ما قلنا في الأسماك بس معاه لازم أكل أسماك مرتين في الأسبوع مفيش من مصدر حيواني الولاد ما بتحبش السمك فيه من مصادر نباتية صحي من مصدر الحيواني أحسن عشان فيه مدتين اسمهم DHA و APA بنحبهم جدا لأنهم كفائتهم أعلى وامتصاصهم أعلى بس لو مش كده ممكن نخدهم من مصادر نباتية زي المكسرات مثلا زي حبوب الشي زي الفلاكسيت زي زيت الحار بتاعنا اللي على الفول الصبح كل دي مصادر الأوميجا 3 مع أن احنا عايزين نزود الولاد ضعيف شوية مرهق شوية ممكن ندي فيتامين سي بيزود التركيز ممكن ندي مالتي فيتامينز ما فيش فيه مشكلة ممكن ندي أوميجا 3 طيب بالنسبة للناس اللي بتوصل الليل بالنهار والناس اللي دايما تقولك إي احنا هنطبق عشان نذاكر هل بيكون فيه تركيز بالليل أو تركيز بالليل بيبقى زي تركيز بالنهار بس دي بتختلف الصراحة اندبيديولي من ناس لناس كلنا وإحنا صغيرين وإحنا بنذاكر كان فيه ناس تركيزة عالي قوي بالنهار ودي المفروض الفترة الطبيعية اللي هو من بداية اليوم وفيه ناس تركيزة بيبقى بالليل فدي بتختلف من شخص الشخص فيه ناس تركيزة والأغاني شغالة يعني فيه ناس بتوع تزاكر زمان بقى وإحنا صغيرين لما كنا نذاكر في حد من صحابي كان دايما نذاكر ياهدير ولا انا بيعرفش احفظ اذاكر غير والمزيجة شغالة بالزبط كده وفيه ناس والتلفزيون شغال وفيه ناس تقولك بالصبح استحالة ان انا افهم كلمة وفيه ناس بالليل فدي الصراحة عشان ما نظلمش بتبقى فعلا مختلفة من شخص الشخص بس برضو قلت النوم الكتير بتوتر بدخل الجسم في سترس فبالتالي ده اللي بيقلل التركيز لان برضو يعني ربنا خالق الدنيا كده نوم بالليل وصحيان بالنهار يعني دي برضو البيولوجيك الأور بتاعتنا او الساعة البيولوجية فبرضو ما بنعكسها شوية ساعات بتدخل الجسم في مرحلة فتيجة او تعب وسترس فده اللي بيقصر مع استمراره وانت كما انت متحم بالنهار فمطلوب منك ان مع استمراره بيتعب شوية موخك يكون بيستوعب كوي جدا حاضر بصدفتك فعلى قد ما نقدر اب يبقوا مزنقين يا حبايبي المذاكرة كتير قوي مش لحقين يخلصوا فمفيش مشكلة ده كمان بيأثر على الأكل جدا الطبيعي لما ده يحصل هيأثر على الأكل هيأثر على القولون فهيزود من التوتر بالضبط هو كل بص هو التوتر بيعمل اي حاجة يعني حتى بيجيب أمراض كلنا عارفين حد كان استرس حد عدى بأزمة جاله مرض ايه أمراض حتى ملهاش أسباب يعني بنقول كده أغلبها من استرس فهي قلة النوم بتعمل حاجتين مع زي ما قلنا في الأول مع طلاب سعيد يا إما أي أهلة النوم عمتل الناس اللي بتجلنا لعيدات عايزة تخص بتلغبط هرمونات الجوع الشبع أصلي ليه مثلا مع أهلة النوم فيه جوع قوي مش قادر سيطر على نفسي هرمون الجوع ضارب ومع الولادة التانية اللي ما بتاكلش كتير أهلة النوم بتخليه ما باكلوش خالص فأهلة نوم مع أهلة أكل دوله هيركزه إزاي صحيح يعني هي بتأثر عشاهية سواء بالإيجاب أو بالصالب بالزبط والولاد اللي بتاكل كتير بتضطر تاكل الحاجات غلط أنت الولاد اللي بتاكل كتير مع السترس ده مش هتلاهم عمرهم بيأكلوا فاكهة زيادة أو بروتين زيادة أو الحاجات اللي احنا عايزينها تمالي بيلجعوا للحاجات الغلط المحمرات والتشيبس والمياه الغازية والحاجات دي فبرضه بينضروا فالحالتين دول غلط فعش كده بنقول نصبط النوم على قد ما نقدر معا زي ما محمد قال أن قردي لخبط النوم من السترس ده ويدخل أعصاب القولون في استرس برضه مع قولون عصبي بيجي من التوتر فالولاد بيبقى عندهم لخبطة جدا في دخول التوالات في الأكل أكل كتير بيتعبهم فالقصص دي بتفرق المحمرات هتتعب أكتر الأكل التقيل بيتعب الهضم كلنا هارفين فالأكل الصحي اللي هو كذا عامل بفيد جسمي بفيد دماغه بفيد صحته وفي نفس الوقت الأكل ده هضمه وامتصاصه يبقى أسهل بكتير لأن الأولاد مش مستحملة وما حبكش خالص نعمل محش كروم بفترة الامتحانات الحاجات اللي ممكن تعمل نشجل عيال آه محبكش يعني لو لابني أو بنتي عندهم مشاكل مش كل ناس عندها بس في ناس تبقى عندهم أكتر نبعد عن الحاجات البقليات اللي بصفة عامل يعني عايزين نأكلهم فول أو عايزين نبقى نقشار أو نصرفين نوع المكافأة كده اللي بذكر يعني فحبكش نعمل الحاجات المتعبة قوي لفترة دي خلصوا امتحانات كده بالسلامة وإن شاء الله يأكلوا اللي هم عايزين السحيب طيب إيه كمانية بقت المرة شايفاء أخطاء اللي أمهات بتعملها هيعمل امتحانات الكافيني الكتير اللي أولاد بتعمل كده ودلوقتي خصوصا بقى ما احنا وجود بقى المحلات الكتير والبرانز الكتير بتاعة القهوات اللي بفليفرز والحاجات دي أول حاجة اللي عليها إضافات كتير سكر كتير قوي دهون كتير قوي ودهون أغلبها مشبعة ومش صحية وإحنا قلنا دي بتأثر على الدماغ دي نمر واحد الولاد دلوقتي بقت موضى إن احنا ننزل نجيب القهوة دي حتى بتشوفش في البيت حتى القهوة في البيت الباكتات اللي بتبقى فيها مبيضات وحاجات كده دي برضو دهون مش صحية فبرضو بتأثر على القدرة الدماغية والتركيز من غير ما الولاد تحس كتير منهم بيبقى فيهم سكر أبيض كتير وقلنا إنه مش مستحب خالص السكريات الكتير ناخد السكر من مصدر طبيعي دي بتفرق قوي بلس بقى وده المهم جدا الكافين الكافين نثبته في القهوة أكتر بكتير من الشاي الكافين منبه ومن أقوى مضادات الأكسادة على فكرة اللي موجودة في العالم ومفيد وجميل جدا بس بنثبته المعقول أما بيزيد عن حده بيقلب تواطر اللي هو تنفيذ في اليوم مثلا يعني بصوا الكافين بيجي من الشاي ومن القهوة ومن شوكولاتة ومن المياه الغذية الغمق فبيجي من مصادر كتير الناس تاخد بالها القهوة على حسب نوعها بس أعلى كتير من الشاي والشاي الأخضر عليه دراسات إنه مضادات أكسادة عالية جدا وفيه نسبة كافين فبيزود نسبة تركيز جدا ده على دراسات فالشاي أخضر مثلا حل ممتاز أو الماتشة اللي طلعة ده نوع من أنواع الشاي الأخضر برضو مضادات أكسادة عالية جدا في نفس الوقت ما فيهوش نسبة كافين عالي فممكن نستبدل لو الولاد بتحب تشرب كتير بحاجات فيها نسبة كافين أقل وناخد أكتر أو لو هياخد قهوة مش هيزيد إحنا بنقول إيه 300 ميلي جرام بالكتير في اليوم يعني القهوة ساعد بيبقى فيها من 80 إلى 100 و 510 حسب نوع القهوة دي قهوة بفلتر دي قهوة توركي دي قهوة إسبرسو على حسب بس نقول رينج مية في الجنين قهوة وفي الجنين شاي في اليوم مثلا لو هياخد شاي ممكن أخد أكتر شوية ولغي لأخد واحد قهوة بس فدي مهمة قوي قصة الكافين اللي الولاد بتستحلاه طول ما هم قاعدين مسكين المجم ما بيناموش كويس دي على فكرة من الحاجات اللي بتأثر عنهم هم جدا فتليموا توترين دخلوا يناموا مش عارفيني ناموا ما هو بيبقى يعني ما هو منبه تقوسوا كده في الامتحانات اللي أنا هشرب ساي هشرب نسكين برافو عليك الكافين منبه وبعد كده زيادته بيدخل في ستراس بيعمل ضربات قلب بيعلي الضغط على فكرة والولاد مش نقصة فلازم ناخد بالنا جدا والأمهات تركز جدا مع ولادها في نسبة الكافين اللي بتتاخد حتى لو مش قادرين بيحبوا القهوة نجيب القهوة من زوعة الكافين عظيم طيب رشدتا بقى لأمهات الواجبات تكون عاملة ازاي بالنسبة للفطار والغداء والعشاء وتقسيمهم يكون عامل ازاي العصاير امتى وقتها حلو عب ممكن يا دكتر مرة نقسم الموضوع من نصين بالنسبة للأمهات لأنه بيبقى في أمهات عندها مشاكلة من العائل نصلا بدأكل كتير قوي عامل المتحانات في منهم بيبقى بيهرب من المذاكرة وفي نص بتبقى المذاكرة بتجوعة شكلك كنت منهم وناس تانية بتكون بالعكس بقى متوترة ومش قدرة تاكل كويس دول يعملوا ايه دول يعملوا ايه دول يعملوا ايه الحالتين هندي نفس التبس هي لليه هم لاتنين اول حاجة عايزين يعني واجبات صغيرة متعددة بلاش ضربة الاكل مروح كلنا عارفين حتى في رمضان او روحنا طول يوم ما كناش كلنا بنعمل ايه بننام كده بنتنح ساعتين ثلاثة مش عايزين دي خالص واجبات صغيرة متعددة عشان تعمل حاجتين اول حاجة من واجبات كلنا ما تتعدد هنعرف ندي عناصر اكتر منها العصير يعني الواجبات دي ممكن تبقى كوباية عصير فراش تاني حاجة ان انا ما بدخلش الدم ما باسحبوش خالص على المعدة ما باكل واجبات كبيرة تالت حاجة ان انا بعمل سبلاي للطاقة مستمرة تنزلش احنا بنفصل ليه بعد الاكل بشوية هي الطاقة كلها الدم كله راح للمعدة واحنا فصلنا اصلا واجبات صغيرة متعددة من العناصر اللي هنقولها هندخلها كده تبقى جميلة جدا فده سواء اللي عايز يخس او بياكل كتير ادينا له حاجات طول الوقت بنادي سبلاي مش هندي فرصة انه يموت مجوع لانه ما كلش مدة هيموت مجوع هيقوم يياكل اي حاجة هيقوم يجيب كيس شيبس هيقوم ياخد مياه غزاية فالأمعات هتعمل ماجودش انها اراوند ولادهم وبتسبلاي طول الوقت واللي ما بياكلش هندي له اكتر السعرات في صورة مشروبات يعني هم عاملة مثلا كوباية لبن بالفراولة بالعسل وممكن هم حتى كمان حبة مثلا مكسرات ضربة لو اديت له الاكل ده ياكله مش هيقدر ياكله لكن لو اديت له يشربه في كوباية في كل العناصر دي هيبقى اخد عناصر غزائية مفيدة جدا اد الطاقة المدة طويلة وفي نفس الوقت مش لود ان انا اكل واندغ لان الولاد السترس فميكلش مش قادرين فدي مهمة اوي فوجبات صغيرة متعددة هنقول بقى عناصر كتيرا ندخل هزي ما قلنا الاسماك او الاميجا ثري اكترهم الماكرال والسالمن والتونا والسردين الحاجات دي غنية جدا بالاميجا ثري انه عين زي ما قلت اللي بنحبهم APA وDHA امتصاصهم احسن وبيأثروا جدا جدا على قدرة الزهنية ايضا اما بنكبر بيقينة من الزهايمر والامراض دي فدي مهمة مضادات الاكسادة مهمة جدا مش عايزة صدع الناس ايه اساميل مضادات الاكسادة وموجودة في ايه ببساطة كده في الخضار والفكهة في الالوان تمام احمر اخضر كل الحاجات دي مفيدة جدا بلاص الفيتامينات والمعادن كلها بنسمع حديد ميتامين سي ماجنيزيوم سيلينيوم كل الحاجات دي بنحتاجها دي كلها برضو من غير مصادة عن الناس خضار وفكهة المكسرات مكسرات بصراحة خطيرة بروتين احنا نتكلم بروتين دلوقتي وضدات اكسادة فيتامينات ومعادن ودهون صحية اللي احنا عايزين هقولنا عشان غشاء الخلايا فالمكسرات تتحط جنبهم يأزأزوها مش كتير قوي اللي هم بيتخانوا عشان فيها دهون برضو فممكن تتخن بس المكسرات من الحاجات الحلوة قوي زي ما قلنا الشاي الأخضر نحاول نحلي بعسل لانه قفيت وفيه شوية فوائد ومناعة لان الولاد مناعتهم ساعة بتقل شوية من الارهاق والقلة النوم وكده البروتين كمان مهمة قوي احنا برضو زي ما قلنا النواق العصبية وهرموناتنا وانزيماتنا والغشاء الخلايا بروتينات ودهون صحية فالبروتينات مهمة قوي البروتينات مليانة برضو فيتامي بيتولف مش موجود غير بروتين الحيواني ده مهمة قوي للطاقة ومهمة قوي عشان فقر الدم فالبروتينات مهمة قوي ننوع فيها زي ما قلنا اسماك لحوم فراخ الحاجات دي مهمة جدا تدخل البيض من الحاجات الهيلة الولاد بتاكل ان فيها من ده اسماها كلين دي بتساعد جدا على قدر العقرية واكبر نسبة موجودة للكلين موجودة في البيض موجودة بعد كده في الخاص والبروكليو وحاجات تانية كتير واخيرا وليس اخيرا النشويات الحبة الكاملة او البني او يعني سموها زي ما انتو عايزين يعيش ابيض ولا عيش بلدي يعيش بلدي فريق ولا رز فريق مكرونة بني ولا مكرونة بيضة مكرونة بني الحاجات اللي فيها الياف او الاشرة بتاعت الامحة بتبقى فيها الياف فهضمها بيبقى ابطأ فبتدي طاقة مدة طويلة عشان كده نسمع الشوفان وده اللي بنعمله على فكرة في الداعي تتدي دي من احساس بالشبع صحيح كل شكرا لك شرفتين ونورتين وبتمنى لهم طبعا كل التوفيق ويبعدوا عن الأفكار السلبية والعادات الغذائية كمان السلبية ويأتبعوا هذه العادات بنشكرك شكرا جزيلا المروح استشارية تغذية العلاجية ألف شكرا جزيلا شكرا جزيلا